مرحبا هيتكلم النهاردة عن الفيلسوف الرواقي بيكتيتوس ومفهوم الحرية من خلال فلسفة الرواقية الفيلسوف بيكتيتوس كان فيلسوف رواقي كان فيلسوف رواقي مهم وبارز حياته وتعليمه بتمثل الصلابة الداخلية والتحكم في النفس والحرية الداخلية إيكتيتوس تولد كعبد ولكنه استطاع أن يتغلب على كل العقبات والظروف الصعبة التي عاش فيها وأصبح فيلسوف له مكانته واحترامه وطرك وراؤه إرس من الأعمال الفلسفية رحلة إيكتيتوس من العبودية للحرية هي شهادة على قوة الفلسفة على تغيير إنسان بعدما حصل إيكتيتوس على حريته أنشأ مدرسة لتعليم الفلسفة في روما حيث كان يدرس الفلسفة الرواقية إيه هي الفلسفة الرواقية؟ الفلسفة الرواقية هي فلسفة بتؤكد على أهمية الفضيلة وأهمية ضبط النفس والعقلانية وتقبل القدر يعني كل ما يأتي به القدر ونمو الإنسان وازدهاره من خلال نمو شخصيته بحسب الفلسفة إيكتيتوس الحرية الحقيقية ليست فقط في قدرتك على فعل ما تريد ولكن الحرية الحقيقية هو أن تملك السيطرة على أفكارك ومشاعرك إيكتيتوس كان يؤمن أن الحرية الحقيقية هي أن لا تعتمد على نجاحك أو مالك أو ما يعتقده الآخرين بشأنك ولكن بالأحرى الحرية هو أن نحرر أنفسنا من التعلق بهذه الأمور الخارجية بيقول إيكتيتوس أن الحرية الداخلية هي الحرية الحقيقية حتى أنها أهم من الحرية التي نمارسها في العالم الخارجي في بعض النصائح للفلسفة إيكتيتوس للحصول على هذه الحرية الداخلية أول شيء بيقوله لنا إيكتيتوس أن أنت تحرر عقلك بيقول إيكتيتوس استخدم ما في قدرتك بأفضل طريقة ممكنة وتعامل مع أي شيء خارج نطاق سلطتك فقط عندما يحدث إيكتيتوس لتحمل العبودية بيؤكد أن الحرية الحقيقية تنبع من قوة العقل وإيكتيتوس بيميز بين نوعين من الأشياء أشياء في نطاق سيطرتنا وأشياء خارج نطاق سيطرتنا بحسب فلسفة إيكتيتوس التعاسى بتنتج عندما نشعر أننا ضحايا ظروفنا وغير قادرين أن نتحرر من هذه الظروف وليكي نتجنب هذا بيقترح إيكتيتوس أن ننظر إلى الحياة من منظور مختلف فيرى إيكتيتوس أن كل المواقف يمكن أن تنقسم إلى مجموعتين أشياء يمكن أن نؤثر عليها وأشياء لا نستطيع التأثير عليها الأشياء التي لا نستطيع السيطرة عليها مثل الأحداث الخارجية التي تقع لنا وما يعتقده الآخرين بشأننا حتى أجسادنا ليست في نطاق سيطرتنا بنسبة كبيرة ولكن هناك منطقة وحيدة نستطيع السيطرة عليها وهي عالمنا الداخلي أفكارنا مشاعرنا معتقدتنا رغبتنا اختيارتنا توجهتنا لذلك في الفلسفة الرواقية بيؤكد إيكتيتوس أن قوتنا الحقيقية تكمن في استجابتنا للأحداث الخارجية بدلا من محاولة التحكم في الأحداث الخارجية ذاتها يعني الاستجابة لما يحدث لك هي مكمن قوتك لكن الأحداث نفسها ليست في نطاق سيطرتك مثلا أنت لا تستطيع التحكم في تصرفات مديرك في العمل ولكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على عملك وتقديرك لعملك فيجب أن لا يعتمد هذا على عوامل خارجية يريد لنا إيكتيتوس أن نعتمد كثيرا على أشياء خارج نطاق سيطرتنا لنقرر كيف نتصرف في الحياة باختصار إيكتيتوس يرى أن استقلالنا الحقيقي ينبع من النظر داخل أنفسنا وأن نجعل عقولنا ترشدنا بصرف النظر عن ما يحدث من أحداث خارجية هذا النوع من الحرية يساعدنا أن نبقى دائما في هدوء ونتاخذ قراراتنا بحرية بصرف النظر عن الأحداث التي تقع في العالم الخارجي ثاني شيء ليتحدث عنه الفيلسوف إيكتيتوس هو أن نكون عادات إيجابية بيقول إيكتيتوس لا شيء صار وغير صار في حد ذاته ولكن الأشياء تصبح كذلك من خلال العادة يرى إيكتيتوس العادات كشيء فعال يشكل كيفية تفاعلنا مع العالم وأنفسنا فالعادات هي التي تجعلنا نتعلم كيفية المش أو كيفية الجري هناك أشياء عن طريق التكرار نتعلمها ونصبح أفضل بسببها فإذا أردت أن تصبح جيدا في شيء ما اجعل من هذا الشيء عادة هذا المبدأ يمكن تطبيقه على أفكارنا ومشاعرنا أيضا فإذا سمحت بالغضب أن يسيطر عليك مثلا أنت لا تختبر فقط هذا الشعور السلبي ولكنك تجعل من هذا عادة وبالعكس إذا عودنا أنفسنا على الاستجابة بهدوء وعقلانية للمواقف المثيرة نخلق عادة هي عادة السيطرة عن نفس هذه العادة تصبح وسيلة للحصول على الحرية الداخلية ونبعد عن ردود الفعل الغير مرغوب فيها وتصبح ردود فعلنا عقلانية وهدئة فخلق عادات جيدة يعني أن نوافق بين أفعالنا مع ما نعتقده ونقدره بشكل حقيقي إبكتيتوس آمن أن الحرية الحقيقية تنبع من ممارسة صفات مهمة مثل الحكمة والشجاعة والعدالة وضبط النفس فعندما تكون أفعالنا بها هذه الصفات نشعر بالتوازن والهدوء بداخل أنفسنا فأنت تحيا مثل ما تؤمن في قلبك ثالث شيء بينصحنا بي إبكتيتوس للحصول على الحرية الداخلية هو أن نسيطر على رغبتنا بحسب إبكتيتوس الحرية ليست أن تستمتع بتحقيق رغباتك ولكن بالسيطرة على هذه الرغبات بحسب الفلسفة الرواقية للفيلسوف إبكتيتوس الحرية الحقيقية تتجاوز المركز الاجتماعي والاقتناء المادي بل تكمن في قوة العقل التي يجب أن تسيطر على رغباتنا المادية فالإنسان الذي يملك حرية الإرادة بصرف النظر عن الظروف الخارجية لا يمكن اعتباره عبد وبالعكس يمكن للإنسان أن يكون حر ولكنه مستعبد من قبل رغباته وشهواته فيحذر إبكتيتوس من الإفراد في الرغبات فهو يراها قيود تقيد النفس من الداخل فالسعي المفرد وراء الماديات أو إرضاء الآخرين يمكن أن يجعلنا نفقد الأشياء المهمة حقا ونصبح عبيد لهذه الرغبات فينصح إبكتيتوس أن الإنسان يتبع الاعتدال في رغباته وأحتياجاته وأن يجد المتعة في الأشياء البسيطة في الحياة وبذلك يجد الإنسان السلام الداخلي ويتحرر من القلق بشأن سعيه المفرد وراء الماديات ويحصل على السعادة والردى الداخلي ويحيى حياة متوازنة يعني طبعا أي إنسان بيفرد في الشهوات بيصبح عبد ليها فإبكتيتوس بينصحنا أن نحن نسيطر على هذه الرغبات وده هيوصلنا للسعادة والردى الداخلي رابع مبدأ بينصحنا بإبكتيتوس هو تقبل القدر وتقبل القدر من الأفكار المحورية في الفلسفة الرواقية أبكتيتوس بينصحنا لكي نصل للحرية الداخلية أن نتقبل أقدارنا فلا يمكن أن نفصل ما بين السعادة الإنسان وتقبله لقدره فتعلمنا الفلسفة الرواقية أن نتقبل القدر ونتعلم من كل خبرة ونحافظ على هدؤنا حتى عندما تكون الأمور تسير ليست في صلاحنا لأن هذا يحررنا من القلق ويجعلنا أكثر حكمة وأكثر سعادة فكرة تقبل قدر أو تقبل أي خسارة بتقع للإنسان فالإنسان ما يقولش أنا فقط شيء معين كالمال مثلا أو فقط إنسان أو فقط أقول أن هذا الشيء رجع إلى موضعه لأنه لم يكن لك من الأساس الإنسان بيجي الدنيا وهو ما لا يملك شيء فأي فقدان في هذا العالم أي خسارة أي شيء بيأتي به القدر لابد أن يتقبلوا برضى فدي أحدى نصائح الفلسفة الرواقية أن نتقبل أقدرنا وعندما تكون الأمور ليست في صلاحنا أيضا نتقبلها ونتعلم الحكمة من أي شيء أو خبرة سيئة بتمر بينا لأن ده بيحرر الإنسان من القلق ويجعله أكثر حكمة وأكثر سعادة يعني دي كانت بعض الأفكار من وحي فلسفة الفلسوف الرواقي عن كيفية الوصول للحرية الداخلية أتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجابكم